اشتركوا في القناة النفس اسكب نفسي امام الرب فرح علي الكان قال لها ليعطيكي الرب سوء لقلبك وبعد كده يقول ثم مضت في طريقها واكلت ولم يكن وجهها بعد مغيرا يعني وشها تغير وبقت مبسوطة وفرحانة رغم ان ما حصلش حاجة لسه لكن دي امت الصلاة الصلاة دايما بتعمل حاجة كبيرة قوي مش انها بتدينا اللي احنا عاوزينه او اللي احنا بنطلبه لا الصلاة بتغيرنا احنا من جوه فالانسان بعد الصلاة هو نفسه بيتغير حتى لو ما تحققش اللي هو عاوزه او اللي طلبه من ربنا لكن الانسان بيبقى فرحان وعنده نعمة وفرح وسلام ومبسوط واخد قوة من ربنا يبقى دي امت الصلاة فاحنا اما بنصلي وشنا بيتغير عشان كده ما بنصلي كل يوم وجهنا الوجه بتاعنا بيبقاش مغيرا يعني ايه يعني وشنا مفروض مليان سلام مليان فرح اللي بيصلي كتير تلاقيه دايما عنده سلام وتلاقيه دايما فرحان وما بنشوف مثلا في حادثة التجلي على الجبل في لؤة تسعة لما حكيها القديس لؤة اختلف عن قديس متة وقديس مرقص انه هو اضاف حاجة انه ربط التجلي بالصلاة وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيض دلامة يعني ربط التجلي هنا بالصلاة ما صلى وشه وتغير والنور بقى فيه طبعا احنا طبعا لا نقارن طبعا بالمسيح ليه كل المجد لكن احنا ما بنصلي وشنا كمان بيتغير بس انه مش بينور لكن الكآبة بتروح الحزن بيروح اليأس بيروح التعب بيروح فالانسان اللي بيصلي كتير وشه دايما بيبقى مفروض وعنده سلام عشان كما علمنا بولوس وصانا فيه رسالة فليب بصحة 4 آية 7 و 8 يقول لا تهتموا بشيء بل فيه كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم تلبطكم لدى الله وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع فانت ما بتصلي كتير يبقى انت بتتملي بالسلام الذي يفوق كل عقل وتبقى فرحان وتبقى عندك قوة إلهية حتى لو ربنا ما تدنيش اللي أنا عاوزه اللي أنا طلبته لكن يكفينا أنا خدت قوة في الصلاة أقبل مشيء طلعه تدبير الله في حياتي وبقى فرحان جدا فنتعلم من حنة أم سمويل النبي ان احنا ما نصلي كتير وشنا يتغير بعد كده زي ما تقال عنها في سمويل الأول صح 1 آية 18 ولم يكن وجهها بعد مغيرا لإلهنا كل مجد كرام الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر